تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مشروع تطوير ميدان المؤسسة بشبرى الخيمة وأعمال موقف السيارات متعدد التوابق تحت الأرض بميدان التحرير حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل من المشروعين وفي زيارة مفاجئة تفقد رئيس مجلس الوزراء مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وأكد خلال الزيارة حرص الحكومة على تقديم خدمة صحية طليق بالمواطن والعمل على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال زيادة للإنفاق الحكومية على قطاع الصحة طبقا للدستور واستمع محلب خلال الزيارة لمطالب وشكاوى المواطنين ووجه بإجراء عملية جراحية على نفقة الدولة لأحد المرضى الموجودين بالمستشفى رفق محلب خلال الزيارة دكتور عدل عدو وزير الصحة حيث اطمأناها على انتظام عمل الأطباء وأطقم التمريد وتوافر المستلزمات الطبية كافة